شيخنا بعض الأسئلة عن الأضحية الأضحية هل يجوز للمرأة أن تذبح أضحيتها؟ نعم يجوز لكن الأفضل لها أن لا تذبحها أن يذبحها رجل فالنبي صلى الله عليه وسلم أقر جارية كانت ترعى غنما لكعب ابن مالك على سلع فتردت عليها شاتم فذبحتها بحجر فأقرها على ذلك فهذا في حديث المندوب أخذ منه جواز وذبح المرأة متى يجب على الشخص أن يضحي وجوبا عليه؟ الضحية في أخلاف هل هي واجبة أو سنة مؤكدة؟ ومن أهل العلم من يجمع بين الأمرين يقول الضحية سنة واجبة كما يقولون بزيدي هذا مصطلح يقصد أنها واجبة وجوب السنة فلذلك واجبة وجوب السنة يعني مثل قراءة السورة بعد الفاتحة في الصلاة مثل التشهد في الصلاة مثل تسبيحات الرقون عند بعض العلماء واجب وعند بعضهم يسمونه سنة المالكية عندهم سنة ولكن هذه السنة من تركها عامدا بطلت صلاته مع ذلك الله أكبر الجميع يتفقون على أن من تركها عامدا بطلت صلاته ومتعمد تركها ولكن يسمونها سنة وهي ثمانية في الصلاة التاعاني أي التكبيرة والتسمعة ما عدا تكبيرة لحنا السيناني السر والسورة جيماني الجهر والجلوس الأوسط السيناني الشيناني كذا جيماني الجهر والجلوس الأوسط والتاعاني التكبيرة والتسمعة والشيناني التشهد الأول والتشهد الثاني هذا التقسيم جميل يعيد عن الحفظ نعم شيخ نال الفرق بين الفرض والواجب عند الحنفية والمالكية عند الحنفية أن الفرض هو ما وجبه بدليل قطعيين أن الواجب ما وجبه بدليل المضنيين فيرون أن فرائض الصلاة مثلا هي ما جاء في حديث المسيء في صلاته فقط ولا يرون الفاتحة مثلا فرضا من فروض الصلاة والسلام كذلك لا يرونه فرضا من فروض الصلاة بالنسبة لمن سواهم وهم الجمهور المالكية والحنابلة والشابعية لا يفرقون بين الفرض والواجب إلا في الحج فعندهم ما يسمى بالأركان وما يسمى بالأنساك فالأركان هي ما لا يجبر إلا بالإتيان به لا بد من الإتيان به كالإحرام بالنية وكالوقوه بعرفة وكالطواف الإبهاضة وكالسعي بين الصفاء والمروة هذه الأربع أركان وعند الحنفية أن السعي ليس ركنا وعند الشافعية أن الأركان الخمسة يضيفون رمي جمرة رمي جمرة العقبة يوم العيد فيرون أنه ركر تكون الأركان الخمسة هذه هي أركان الحج التي وجوبها أعلى من وجوب غيرها وما سواها من الواجبات يسمى الواجبات التي تجبروا بالدم ويسمى أنساك الحج نعم شيخنا بالنسبة للأضحية هل يجب أن يخرجوا للفقراء منها شيء أم؟ لا يجب ذلك لكن السنة أن يثلثها أن يأكل منها ويتصدق ويتدخر يعني ثلاثة أقسام نعم يأكل ويتصدق ويتدخر ولو لم يدخر وأهدأ يجعل الإهداء هو القسم الثالث لا حركة هكذا عادة في سوريا يقسمنا ثلاثا واحدة لأهلبيت واحدة للأقارب والأصدقاء واحدة للفقراء نعم ثلاثة أثلاث شيخنا هل يجوز إخراج جزء من الأضحية مما لا يأكلوا أهل البيت مثل الرأس والحواشي والأشياء للفقراء؟ لا حرجة في ذلك لا إشكال هي فقط لا يعامل بها لا يعطى الأجير الذي سلخها هالرأس والجلد على المقابلة بالأجرة أما إن كان فقيرا ممكن أن يعطاه يعطاه بعد الأجر بعد أن يحسب حتى لا يحسبها من الأجر نعم نعم جميل ترجمة نانسي قنقر